سلام في الجزء الأول حبسنا من اللي البوليس لقى واحد الرابور دي العام 1983 فيه باللي غاري ريجوي كان متاهم في واحد القضية دي الاختيطاف وفيه ثاني باللي مشى عنده شي بوليس يحقق معاه ولكن ما خرجوا بحت نتيجة هاد الرابور اللي القى المحقيقين خلاهم يبدوا بحث جديد على غاري وهنا غادي يعرفوا انفورماسيون جديدة اللي كانت خاطرة وهي ان اليدات اللي اختافت فيهم 27 بنت كان فيهم غاري مخدامش بدأوا المحقيقين متبعينه ولقاوه كيمشي بالسافل شارع سيطاك وكيدور بطا موبيلته يقلب على البنات وفي أفريل 1987 المحقيقين قدروا ياخدوه مذكيرة يقلبوا له داره والممتلاكات دياله اللي ملقوا في هواله اخدوه عينات من الشعر دياله والدفال دياله وحطوها في بلاسة اللي فيها قاع الأدلة اللي عندهم بحال الماني اللي كانوا ملقوا في الجوتات باش يديروا ليهم تحالين من بعد دياله اللي الدين هالتيكنيك دياله اللي الدين كانت باقي الله بدات وباقي ممتوفراش عند كل شيء تكشي علاش بقاوه محافظين على العينات حتى توفر لهم هالتيكنولوجي وطلقوا ريد جوي بطبيعة الحال حيش ما كان عندهم حتى خيار وما عندهم حتى شي داليل تابت عليه ديست قريبا عشر سنين مبقاوش كيبانو جوتات جديدة في هاد الوقت قاري ريد جوي كان بطل حتى السكنة دياله باش يزيد ابعد عليه الشبوهات لكيب ديال المحقيقين بقى فيها واحد صافي ومعاه ديف ريكرت بقاته هو متبع لافير وكي تسنئي متتبان عندهم ديك التكنيك دياله اللي الدين في الفين وواحد لابوراتوار ديال الجرائم وصلت لي هالتيكنيك سيفطوا ليه الماني اللي تلقوا تتخاذ من ثلاثة ديال الطحايا ومن اللي داروا لهم تحليل ديال الدين يلقوا هاد العينات كلها كانت ديال راجل واحد ومن اللي قارنوهم على الدين ديال جاري ريد جوي يلقاوهم بطابقة انفان وبفضل العلم قدروا يلقاه القتال ويتبتوا عليه جرائم الليدر عشرين عام وهم ديخين وتعالفين في ثلاثين نوفمبر الفين وواحد ومن اللي كان قارن ريد جوي خارج من خدمته سيشدوه البوليس ويتهموه بربعة ديال جرائم القتل من الدراجة اللولى وقالوا ليه باللي عندهم أديل لا ضده قارن ريد جوي كيف عادته ما دار حتى شي رياكسيو ما تخلع ما خاف ما تتشي لعبة المحامي ديالو من اللي شاف هاد الروينة كاملة حاول يدير معاه واحد البلان البلان وهو انه قارن يعتار بالجلائم ديالو ويعود لديتاي كاملين بلا ما يخبي على القادة حتى حاجة وفي المقابل غادي نيغوصي مع النيابة العامة باش ما يعدموهش ويعطيوه غير مؤباد النيابة العامة قبلات وكانت هادي اول مرة اللي كدار فيها هاد القادية ولكن بشرط هاد الشرط وهو انه إلا بان شي حاجة كان مخبيها عليهم تلغى هاد الكونتراو يتعدم بزاف منكم كيعرفوا تيد باندي اللي كان منوضها في مريكان في السبعينات ما كينغير تشلاخ ديال المراوعة المدة لدووزها في هاد الحرفة ما كانتش كبيرة بزاف تقريبا شي ست سنين ولا اكتر بشوية تزاد في عام 1946 ومن وراها بعامين وشي شهورة غادي تزاد هاد المسخوط غاري ريت شوي او كيف كي يسميه دغرين ريفر كيلر بالعربية سفاح النهر الأخضر اعطوه هاد اسمية على حساب البلاسة اللي كان كيلوح فيها المراوات اللي قتل وحيت اول جدات تلقات تمه هاد السيد صراحة تنحييل الأوسكار لتيد باندي وقال ليه انت ما كتعرفوه من اللي شدوه البوليس كانت عنده 53 عام وبدأ الحرفة دياله كقتال في 1982 يعني 20 عام تقريبا تهام اللي تبتات عليه هي 48 ضاحية والميطود اللي كيخدم بيها مختلفة شوية على اللي سبقوه ولا اللي جاوه من بعده كيشدت المرة كياغتصبها او اللي كيكون دك الشيب التاراضي يعني يعطيني الفلوس وقضي شغلك ومن بعد كيقشها بالملابس الداخلية دياله وسواء كيلو حفظك النار او اللي كيدفنها في شي غابة ولكن اللي خطير عندها تسيد انه كان عنده مشكل ديال نيكروفيليا يعني بعد المرات كيرجع على البلاسة في ندفن شي مرة كي يجبدها ويعود يمارس عليها الجنس فاول محاكمة دياله هي فاش دخلو سنار كونترا باش يعترف بكل شي وصدم الناس كاملين اللي كانوا حاضرين واللي الاغلبية ديالهم عائلات ديال الضحايا وقال لهم انا هو سفاح النار الاخضر وانا اللي قتلت هادوك البنات كاملي وكان كيقولها بكل برودة اللي خلا اغلب العائلات يزيدوا يحقدوا عليه وحتى من اللي اعطاه الحق لبعض الافراد من العائلات يهضروا كان كيسمع ليهم وما مصوقش صراحة السيد نيش عنده مشكل نفسي خاطر هاد الشي اللي خلاهم يديروا معاه جلسات ديال الاعتراف قدام باحيتين نفسيين من بعد ما التحكم بثمانية واربعين مره مؤباد باش يشوفوا قاري كيفاش كيف يفكر واشنو المشاكل دياله وغالبا هاد الشي غاد يعاونهم الى بان تاني شي واحد بحاله باش تغيشته زيد عليها كيفاش هاد السيد بقسالة عشرين عام على البوليس واشنو الدوافع اللي خلاته يوصل لهاد الشي الاجابات دياله من ورا هاد الجلاسات كان كيقول فيها انه من اللي كان صغير المراوات ديما كانوا كيتحكموا فيه وحتى واحد ما كان كيبغيه وقالتاني من اللي كان صغير كان كيبول في الفراش في الليل وكانت مكدوش ليه واخه وصل 13 عام وبعد المرات كتشوهه قدام العائلة والجيران وكان كيتمنى يقتلها وزاد قال من اللي كانت عنده 16 عام شدوا احد دري صغير وضربوا بموس كيجرب الشعور ديال انه يقتل شي واحد وكان في الصخور عزيز عليه عدد بالحيوانات حاجة اخرى اللي احتى هي اطرات فيه وهي انه من اللي تزوج ميشالا مارين وكان تمت تبلا بالعاهيرات حتى امرض بالسيالين ومن اللي رجع القمراته وكتخونه مع واحد اخر طلقها وتزوج جوج مرات من وراها وحتى هما طلقهم حداروا معه شي بلانات خيبين من بعدها سيلتاجئ الكنيسة وستدين شوية هذه الخالات اللي اللي عنده في دماغه ما بين الدين والمشاكل النفسية خلاه يبدأ يقتل المراوات اللي خدامين في التعارة وبالنسبة له كيف يقول لهم رهو كان ينقل الارض من الزبل من اللي زاستوس اللي كانوا يعاونوه باش يدبر في شضاحية ويخليها تطيق وهي الصغيرة ديال ولده وكان شي مرات يدين معه ولده ويخليه في الطموبيل ويمشي يخرج هو والبنت للغافة يدير خدمته ويرجع مع ولده عادي للطاق حتى يقع من اللي كي سولوا ولده على البنت فين مشات يقول لي هره مشات في الطاقسي ومشات في حالة الحاجة اللي كتبين لك أن أخونا منادمت على هذا الشي اللي يدار وهو من اللي كانوا يخرجوه باش يوريهم البلايس فين دافن شي بنات غرين ويكون فرحان حيث غادي يمشي لتمة بحالش يدري صغير مخرجوه شرطة يلعب قارير جوي عنده دابة 71 عام باقي مشدود في الحبس واكل شارب وخقع هذا الشي اللي يدار حيث من غير 48 ضحية اللي تبتات عليه العدد الحقيقي حتى هو ما عارفوش تلفلي الحساب وممكن يكون فوق 100 حيث الاختفاءات اللي كينادي اللي بنات في ذاك الوقت وفي ذاك المنطاقة في 200 بالنسبة للناس اللي بغوا يزيدوا ويعرفوا التحقيقات كيفاش كانوا كيدوزوا في الوقت اللي كانوا كيقلبوا على قارير جوي كين هاد الكتاب السورج فورد غرين ريفر كيلر اللي خرج عام 1991 يعني قبل ما يتشد ومن غير هذا كينين بساف دي الكتوب اخرين كيهضروا على غرين ريفر كيلر وكينحتى فيلم اللي خرج في 2005 وصلنا للفان ديالفيديو شكرا للناس اللي تبعوا حتى الاخر انتشاء الله وانطلقوا في فيديو جديد شكرا